عشرة أيام على انتهاء الهدنة الأممية التي ابتدأت مطلع أبريل الماضي وسط جهود دولية لإنقاذها من الفشل ودعوات أممية لتمديد زمنها بالنسبة للأمم المتحدة فإن إقلاع وهبوط رحلتين متتاليتين في مطار صنعاء يعد نجاح للهدنة التي نصت على انتظام رحلتين من وإلى المطار أسبوعيا إلى عمان والقاهرة إلا أن الحكومة المعترفة بها دوليا ترى أن بنود الهدنة نفذت من طرفها فقط وتتهم الحوثيين بعرقلة بقية البنود المتعلقة بهم وهو ما دفع مجلس القيادة الرئاسي إلى بعث رسالة للأمين العامل الأمم المتحدة أنطونيو جوتريش طالب فيها بممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي لاستكمال بنود الهدنة وهو الطلب ذاته الذي ناقشه بن مبارك مع وزير الخارجية الأمريكي وقد أكدت الرسالة الحكومية التي سلمها وزير الخارجية بن مبارك ضرورة رفع الحصار عن مدينة تعز وتخصيص عائدات النفط ببناء الحديدة لتسليم مرتبات الموظفين وأبدت الأمم المتحدة رغبتها في دعم تنفيذ مطالب مجلس القيادة بما يكفل نجاح الهدنة ويضمن الوصول لسلام شامل في اليمن مع ذلك ورغم تحقيقها مكاسب من الهدنة إلا أن ميليشيا الحوثي ألمحت إلى رفض تمديدها وقال ما يعرف بالمجلس السياسي التابع لها إن طلب التمديد قيد الدراسة وسيكون رهين التزام الأمم المتحدة والتحالف السعودي الإماراتي بصرف المرتبات المتاخرة مع ضمان استدامة صرفها بالإضافة إلى انتهاء عراقي لوصول السفن النفط لميناء الحديدة وفتح الرحلات إلى القاهرة ورغم شكاو المرفوعة من الحكومة للأمم المتحدة بعدم وفاء الحوثيين بالتزامات الهدنة إلا أن المجتمع الدولي يرى أن الهدنة نجحت نسبيا بالنظر إلى توقف الهجمات المتبادلة بين الحوثيين والرياض فضلا عن انتظام رحلتين تجاريتين في مطار صنعاء أما حصار تعز فقصة قابلة للنقاش الذي يحتاج وقتا لتفاهم والتفاوض